السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم أيها الأحباب سعداء باللقاء معكم نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا جميعا بكل خير وصحة وسلام تتواصل البشرات أنا طالع النهاردة معكم في هذه الحلقة علشان أبشركم ببشارة عظيمة جدا ونقتدي بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في رؤية طبعا انتشرت بصورة كبيرة جدا الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي ونقلتها أكثر من قناة وقام بتأويلها يعني عدة قناوات والأصدقاء بعتوها لي وطلبوا مني تأويل هذه الرؤية هذه الرؤية يا أحباب لرجل من الصالحين هذا الرجل إمام مسجد إمام مسجد في اليمن في دولة اليمن وركز أو معايل إن اليمن يعني ظهرها في الروايات أو في الرؤى الفترة اللي فاتت كصورة بصورة كبيرة جدا وهذه إشارة يعني على عظم دور اليمن آخر الزمان وإحنا قلنا هذا الكلام مرارا وتكرارا هذا الرجل زي ما قلت لكم إمام مسجد من الصالحين حتى إن بيقال أنه لا دخل له في السياسة ولا الانتماءات الطائفية ولا الحزبية ماذا رأى هذا الرجل رأى أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم خرج فينا ومعه الصحابة الكرام أبو بكر وعمر وإحنا هنقول الرؤية وبعد كده هنقول لكم تأويل هذه الرؤية والدلالات والبشريات العظيمة جدا وجاء للرأي في الرؤية أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو والصحابة بعثوا من جديد وخرجوا من قبورهم لكي ينصروا المسلمين ويخرجوهم من الزل وما حل لهم من استضعاف لغاية دلوقتي بشارة رائعة عظيمة ويظهر في الرؤية عمر بن الخطاب الفاروق عمر ويسأل الرسول عليه صلى الله عليه وسلم متعجبا طبعا عمر في أيامه كان انتصارات وعزة فعمر بن الخطاب مستغرب يعني إيه اللي خل المسلمين يصلوا إلى ما وصلوا إليه لماذا لا ينتصر المسلمون فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤية وقال له يا عمر إن المسلمين قد تركوا الصلاة وتركوا الإسلام تعاليم الإسلام يعني وتركوا القرآن وانتبهوا ويعني والتفتوا إلى التليفونات والجوالات والإنترنت والوسائل اللي أنتوا كلكم عارفينها صناعة الدجال ولو أنهم انشغلوا بالقرآن لعاد النصر إليهم ورب الكعبة هذا ما نردد آناء الليل وأطراف النهار في الخطب وفي الدروس وبنقول للناس ففجأة في الرؤية يكمل الرأي مجموعة من الناس تركوا الجوالات وتركوا التليفونات اللي معهم ولبسوا اللباس الأبيض وبدأوا يتحركون وبدأ الكفة تتغير وبدأ المنافقين هم من يقعون في الزل والهوان أنا أقول لك رؤية بشارة رائعة وعظيمة وأحسبها رؤية صادقة بنسبة مية في المية يكمل الرأي فرميت جوالي ولبست الأبيض من الثياب وأردت أن ألحق بهؤلاء ثم أخرني صديق لي وركب هؤلاء القوم الذين لبسوا الأبيض من الثياب سيارة وأردت أن ألحق بهم وأرقد من ورائهم وأقول لهم انتظروني وهو يقول لهم صديقي انتظروا صديقي انتظروا صديقي ثم انطلقوا وقالوا له إلحق بنا ركز أوي وقالوا له إلحق بنا ثم ظهر ابن عم له فقال له فقال لابن عمه إن الجهاد في سبيل الله بدأ الله أكبر الله أكبر بشارة رائعة عظيمة ثم استيقظت من نومي يا لها من رؤية والله عشنا في الأدواء بتاعتها ويعني سرحنا وتخيلنا فعلا أن الرؤية قد حدست وتحققت أبشروا يا أحباب والله الذي لا إله إلا هو النصر قريب ونشتم رائحته بات قريبا أقرب مما نتصور طبعا هذه الرؤية الواضحة جدا يعني على ظاهرها ولكن لها دلالات وعدة إشارات مهم أولا رمي الناس للجوالات أو نبدأ من خروج النبي والصحابة من قبورهم ليخرجوا الناس من الظلمات ومن الزل والمسكنة هي إشارة إلى ظهور ردل من نسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على نهج الصحابة على نهج رسول الله وعلى نهج الصحابة ينصروا ويعيدوا عز هذا الدين وأحسبهم وأحسبهم النوى من اليمن لأن الرائي من اليمن أحسبهم كذلك أحسبهم بإذن الله كذلك ورمي هؤلاء للجوالات لها إشارة مش معناها أن أنت ترمي الجوال بتاعك ولكن معناها أنهم ابتعدوا عن فتنة الدنيا وعن زينة الدنيا وعن لهو الدنيا وتوجهت قلوبهم إلى ظروة سنام الإسلام إلى الجهاد في سبيل الله ولبسهم الأبيض معناها العودة إلى الفطرة وإلى التوحيد وإلى الدين السليم والعقيدة السليمة ورؤية المنافقين والمشركين في زل وهوان هي إشارة واضحة إلى انقلاب الكفة زي ما ربنا قال في القرآن وتلك الأيام نداولها بين الناس لأن كثيرا مننا للأسف يظن بالله ظن السوء ويظن أن هذه الأحداث من الزل والهوان الذي ضرب الإسلام والمسلمين سيمكث إلى ما شاء الله وهذا سوء ظن بالله سبحانه وتعالى فانتبهوا يا أحباب إلى دلالات هذه الرؤية وتتمت الرؤية الدلالة الأوضح أن هؤلاء الفئة ديت زهبت للجهاد في سبيل الله إلى زروة سنام الإسلام وطبعا الدلالة واضحة عودت الفتوحات وأنا أرى أن هذه الأحداث لها علاقة كبيرة جدا جدا بظهور الإمام المهدي ويعني معظم القنوات التي تناولت هذا الأمر بتخافت تطلع تتكلم وتقول أن هذه الرؤية لها إشارة بقرب ظهور المهدي كلهم اتكلموا قالوا تأويلها الانتصارات للمسلمين ستعود ولكن أنا تأويلي مختلف إجمال هذه الرؤية بداية عودة القائد الرباني اللي الأمة الإسلامية هتلتف حواليه وترفع ذروة سنام الإسلام تحت لوائه وقيادته والعلم عند الله سبحانه وتعالى يعني مش عايز أوصيكم أنشروا هذه الرؤية على جميع المنصات خاصة التأويل لأن تأويلها مختلف أنا عارف أن الرؤية دينة يعني كذا قناة يعني تناولت تأويلها لكن أعتقد أن هذا التأويل مختلف ومتفرد بارك الله فيكم انتظرونا بإذن الله بعد قليل حلقة همة جدا حلقة همة جدا حلقة بس مباشر همة جدا 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 سلام الله عليكم ورحمته وبركاته